تحت عنوان الزواج المبكر وحقوق المرأة دارت حيثيات مؤتمر النقاشي الذي نظمته المندوبية الإقليمية لوزارة المرأة وحماية الطفل والتضمن الوطني بإقليم حجر لميز بمركز إداري ماني فذلك بحضور المديرة العامة للتخطيط بوزارة المرأة تقرير محمد حسن أدم تباعة لفعاليات الأسبوع الوطني للمرأة الكادية دورة العام 2017 فقد نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني بإقليم حجر لميز معتمر نقاش حول الزواج المبكر وحقوق المرأة حيث تداخل كل من المدعي العام لدى محكمة مساكوريه سين بركي أحمد والقادي جوسا دومبي دولوم ولذان تطرق إلى المؤهدات والمواثيق الدولية التي تم المصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية بغية السماح للحكومة تفعيل بعد القوانين الرامية إلى منع زواج القصر وحماية المرأة والتفل بالبلاد وعقبتهما في الحديث المدير العام للتخطيط بوزارة المرأة حبيب جالا والتي أشارت تهيى الآخر إلى أهمية الاحتمام بالمرأة والحفاظ على كرامتها ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات كما تخللت المناسبة عدة مداخلات واستفسارات حول موضوع المعتمر ورد عليها المؤتمرون هذا هو في سياق متصل فقد قامت المدير العام للتخطيط برفقة بعد من الإداريين والمشاركين في فعاليات الاحتفال بالأسبوع الوطني للمرأة بزيارة إلى معرض المنطوجات الخاصة بأسبوع المرأة الشادية بالسوق العسبوعي بماني كما قدم منذوب وزارة المرأة أبدالله شوكو آلتين للخياتة لممثلة الجمعيات النسائية بمركز إدار ماني